اليوم اشيحكيكم على ممثل مصري من الزمال الجميل معروف جدا. والنجم هذية شارك في حرب فلسطين الف وتسعمائة وثمانية واربعين. عندكم عشرة ثويل. طيار اسمه اسمه. اي. ممثل مصري. اي. طيار كان يسوق كان هو اللي اه. نافع نافع حاجة. لا لا لا. سانت اقول. امانية واربعين. اي. في مثل في اه سنحديل ايوبي. اي انا نذكر اسم وضع لي اسمه. معروف جدا. ايش? احمد مظهر. احمد مظهر. احمد مظهر. احمد مظهر. احمد مظهر. اللي التحق في بداياته بالكلية الحربية عام الف وتسعمائة وثمانية وثلاثين. وكان من دفعته الجمال عبد الناصر وانور السادات وعبد الحاكم عمر. وشارك في الحرب العالمية الثانية. كما شارك في حرب فلسطين عام ثمانية واربعين. وانتقل الى سلاح الفرسين. وكان ضمن الفريق المصري للفروسية. وتم تعيينه في منصب قائد مدرسة الفروسية في مصر. وكان احمد مظهر في فنلندا. المشاركة في مسابقة دولية للالعاب الأولمبية. قبل ما يتم استدعاؤه بشكل عاجل وسريع للمشاركة في ثورة اثنين وخمسين. ونحكيه لهنا على التحرك العسكري ضد الحكم الملكي. لقادوا ضباط جيش مصريون ينتمون لتنظيم الضباط الأحرار. يعني برشا ما يعرفوش اللي احمد مظهر. كان من القيادات الكبيرة في الجيش المصري. به نسألكم على. ولربما ولذلك تم اختياره في فيلم ماذايا صلاح الدين. لانه هو في الاصل قائد عسكري. نسألكم على اقصر حرب في التاريخ. قديش ديمت اقصر حرب في التاريخ. حديثة ولا قديمة هذي? اه 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 ا produzيمة ا شوية. فدي اذي هاش خاطرية بعد عروس خاطر يسيطان جديدة. قديما شوية. يلا اربعة وعشرين ساعة ونص ولا ثمانية وتلاثين دقيقة. ثمانية وتلاثين دقيقة. نجتم تلاثين دقيقة كانت معركة الانجليز مع اهل زنجفار ديمت اه ثمانة وتلاثين دقيقة. وتم اعتبارها اقصر حرب في التاريخ وي ان بديت في ساعة تاسعة صباحا نهار سبع وعشرين. اوت الف وثمانية وستة وتسعين وفات في اقل من ثمانية وتلاثين دقيقة. وتعرفوا قديش حصيلة القتلى والجرح. في ثمانية وتلاثين دقيقة هذو معا? خمسمية وواحد جندي. يعني ثمانية كان قادة ثمانية وتلاثين يوم شو يصير معني هلأ الحرب هذية. دهني شاش في خمسمية وواحد. يلا. سؤال البولبيبة. يقول شنية اول مدينة فلسطينية احتلتها القوات البريطانية. قوات البريطانية. اي يلا للكل السؤال. هي يافا اريحة ولا بير السبع. اريحة تصور. لا. يافا يافا يافا. بير السبع. بير السبع. هي اقدم واكبر مدن فلسطين التاريخية. اول مدينة فلسطينية احتلتها القوات البريطانية عام الف وتسعمية وسبعتاش. حكمها العثمانيون قرون طويلة. وكانت رقم الصعب في الحروب اللي شهدتها المنطقة. خاصة الحروب العربية. مع الكيان الصهيوني نظرا لموقاها الاستراتيجي. يعني من عام الف وتسعمية وسبعتاش احتلت القوات البريطانية بير السبع. قاعدين احتلو فينا بطريقة اخرى طب. لا. مع الاسف. بيه. مني نجد كلمة استراتيجية. واحنا كل يوم نحكي على ما وانت خبير استراتيجي سيد العميد. او من بلك استراتيجي دي عدد. استراتوس. من الفريق. من الفريق. من الفريق. من الفريق. من الفريق. واللي تعني القائد. وبعد ما اتطورت الكلمة هذية والليت تعني فن قيادة القائد الاعلى. او فن قيادة القيادة الشاملة للدولة. واستمر معنا الكلمة في فحواه العسكري. حتى الحرب العالمية الاولى. بل ما تولي تعني فن تقدير الموقف الشامل. واختيار الاهداف. ووضع الخطة الشاملة لتحقيقها. والامر بتنفيذها. ولكن احنا العسكريين نطعبرو صنزوق بل رو. خاتر ساعات يقول لك منين جبتوه طو او نسكل ولو استراتيجيين وهو كلمة جديدة. وقلت لي هو شوفوا المعنى الكامل في للكلمة هذية. بيهد سؤالي خلي العميد خلشوك وتاو استراتيجا ميجيبنيش عليه. صواريخ قلت غريق بيه. صواريخ كورناتا الروسية. اي. المضادة للدروع. بيجي وكن هو. سلاح في ترسانة المقاومة. نعم. وقتيش اول مرة استعملتو المقاومة. استعملتو في اليوم الاول ما ندخلو. حرب غزة ولا? يا لا ايه حرب غزة ما? لا المقاومة ايه. المقاومة اللي استعملتو مقبل. ايه مقاومة ايه مقاومة. سنة ساق باكن شي نتفاهموا في حاجة. انت تارف. لا لا كورنات الحديث. ايه. ايه. كورنات سلاح قديم برشا. لكن تم تطويره تطويره على عدد برحة. كان بالخيط. اصبح بالليزر. اللي عند المقاومة تول وقت الحالي. يعني وعند المقاومة الليبنانية خاصة. ايه. واستعملوا فيه. المدينة تعه خمسة خمسة الاف متر. واستعملوه في الليلة الاولى لما حاولوا للقوات الاسرائيلية اقتحام. معناها. ايه. احنا نحكيوا على المقاومة. نستعملوا في حرب لبنان. في غزة. صور الفين واربعتاش والفين وعشرين. قبل. قبل. لا لا لقد فرسيون. لا لا شوف. اذكي الفرسيون القديمة. سيد العميد خلتك العرب رسيون جديدة. لا 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 نعم. مش نفسه. مش نفسه. مش نفسه وشوف. سلاح القديم العرب كانوا يستعملوا الاربي جي. الاربي جي هو معناها سلاح قصير المدائي لكن الكورنات سلاح معناها قاعد يتطور مع الزمن. واستعملوا في حروب كل. هات نجاوبكم. بعد انسحاب العدو من غزة في الفين وخمسة. حصلت المقاومة على العينات ونماذج عديدة من صواريخ الكورنات واستخدمتها بكثيفة خلال الحروب متكرمة على العدو. على القطاع في اعوام الفين وثمانية. ثم الفين واثناش والفين واربعتاش. هذا هو. واليوم نتحدث على صواريخ كورنات جديدة. جديدة. لا علاقة. لا علاقة. سيد العميد بدايه بالخيط. كورنات بالخيط. كل الاسلحة مضادة للدروح كانت بالخيط. الميلان الفرنسي. يعني. يعني يمشي. لكن ثم خيوط يعني وراه باشي يرسلونه المكان. ميكرو ميكرو سيد عميد. يعني كان يخرج بخيوط وراه مربوطة بالجهاز اللي هو ارميه باشي وصله بالضبط للمكان المحدد. توا ولا يعني مسحقش. بعدها يخرج مغير حتى اتصال الى باكل يتبع الخط الليزري اللي خارج من 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 القاذف فقط. طيو شعتيكم اخر حاجة بيت شهري. ونسك اللي تعرفون. مش تكونوا ما تعرفونش البيت هذي. اللي هو يقول. شكون قائل البيت هذي. وكملولي. إنا باقون. ما بقي في ارضنا. لا لن تهون. إنا باقونا. ما بقي الزعتر والزيتون. ما بقي الزعتر والزيتون. والمقولة اصبحت من اشهر الاقوال اللي تعبر على التمسك بالجذور وقوة الشعب الفلسطيني. محمود درويش طبعا تولد في 1941. هو من ابرز الشعراء الفلسطينيين والعرب. عرف كأحد ادباء المقاومة. والتحمت قصائده بالقضية الفلسطينية حتى سماها البعض بشاعر الجرح الفلسطيني. درويش يقول هو. هذا احب اسمه احب صفة الى قلبي. كيف يقول عليه. شاعر الجرح الفلسطيني. عنده ما يزيد على الثلاثين ديوان من الشعر والنثر بالاضافة الى ثمانية كتب. ترجمت اشعره الى عدة لغات. وتوفى في الولايات المتحدة الامريكية. وقت اللي كان يعمل في عملية عام الفين واثمانية. شكون يعرف وين مدفون محمود درويش. في مدينة رامالة في الضفة الغربية. لانه ابن مدينة رامالة بالنسبة لمحمود درويش. احنا هكذا نكون وكملنا بالنسبة اليوم. كلمة كلمة. الوضع اللي احنا فيه توا يفكرني باجتماع عمله اشي منه. قال الجنرال اللي كان يقود القوات الفيتنامية ضد الامريكان. وقفوا في نفس الموقف هذي اللي احنا فيه. وكان يعني التساؤل اللي ترى نسلموا. وإلا نواصلوا. لان وقتها الامريكان حطموا قراءة كاملة وحرقوا بالنابالم. كانت الاجابة نعيشوا بكرمتنا. وإلا نموتوا الشعب الفيتنامي الكل. وشفتوا نتيجة اليوم شنية? الفيتنام من ارقى شعوب الارض اليوم. صحيح. الفيتنام اليوم. ها? اسبيدريات في تونس شوفوا تتلقاوا اكثرهم مصنوعين في الياباء في الفيتنام. دولة قاعدة تقدم. ودولة لان ابنات تروح على سيادتها. وانا متوقع هذاك اللي بيش تسير في غزة. وذاك اللي بيش تسير فلسطين طالة زمانه او قصر. بول بيب. اه. عندك عشر ثوانية. عشر ثوانية بالتأكيد ما ما حصل في غزة كما قال سيد العميد. يذكروا ما حصل في معركة سايجون. وبالتالي اعتقد ان المقاومة الفلسطينية هذه المرة ستخرج منتصرة انتصارا سياسيا وعسكريا لان القرار الفلسطيني موجود في غزة. واضح. انا. اوستاذ احمد غد. اه. اليوم نجم نقول نحن المقاومة الفلسطينية هي تحارب من اجلنا من اجل نسكل من اجلنا نحن ومن اجل العرب ومن اجل كرامتنا ومن اجل اليوم تحية لهم لانهم يحاربوا بلوكالة علينا. بعد الهوان والخذلين العربي وبعد الانهزام والحالة والهالة اللي عملناها للاسرائيل والامريكان وكذا. شكرا لهم. شكرا لهم معزني. دعوة في رمضان اللي ماشين القاوي وكل شيء مدى بينا في التوى في رمضان في الليل كل يوم في الليل اننا عملوا وقفة لدعم الشعب الفلسطيني. تكون في شرح بي بورقيبة. خليني نهبتوا ونتلموا الناس الكل. والله ينهبتوا والله ينجي. والله ينجي. ممكن تكون ودعوة للشعوب العربية كل اللي يسمعوا فينا. على خاتل الكم مش تردخوا الحكامكم راهوا العرب مش يقعد في وجوهكم وتوما. الخاتل هما انها الاخر وقت يدور عليهم الدور يطلعوا يمشيوا لدول الغربية وتقعد وتوما تقصيوا. هيدا هو احنا هذيك عليش نقوله قاتل معهم بالدعوة بالكلمة بقلبك. بالموقف. بموقف. بكل حد راه ينجم يكون جزء من القضية وكل حد يلزم يكون جزء من القضية هذية. شكرا سيد عميط وفيق ديدي. شكرا نستاذ احمد غربي. شكرا نستاذ بوربابي سيلم ومعز علي. شكرا نستاذ بوربابي سيلم ولي كلمة بعمل